صباح الخير مشاهدي ان تي ان مشاهدي نايل لايف اهلا بكم حلقة جديدة من نهارك سعيد وبعتقد الشعب المصري كله ما كانش العالم كله بقالنا 48 ساعة قاعدين عاملين نسمع مجموعة كبيرة من الشائعات والشاعة بتطلع وبتختفي وبتتكذب فقال من ساعتين تلاتة مش فاهمين ومتلخبطين وقلقانين وكلنا عندنا هم ان بكرة يطلع ضلمة او كئيب في كل احوال انا بس بطلب من الناس لغاية اعلان نتيجة بشكل نهائي ورسمي كلام انه بكرة وفي كلام انه ممكن النهاردة كمان يبقى في اي اعلان بشكل رسمي لغاية ما دا يحصل يا ريت ولا ننقل معلومة جات لنا ولا نسرب ولا نقول معلومة للي جنبنا حتى جات لنا ولا نكذب نسكت شوية بس نهدى كده عشان الدنيا تمشي لغاية من طول النتيجة بشكل اي مرة تانية يا سبع الخير هنكون معكم على الهوى لمدة ساعتين انا وشريف ودينة وصباح الفؤلاء سبع الخير سبع الخير يا دين سبع الخير يا شريفة مرة تانية بسبع لكل سيدة المشاهدين ويوم جديد ونهاركم سعيد نهاردة عندنا فقرات متنوعة كلها بتتكلم عن المصر بتعيشوا ما بين الاعلان المكمل الدستوري ما بين الدبطية القضائية ما بين كمان اعلان نتائج الرئاسة بكرة ان شاء الله وبنتمنى طبعا اكيد الخير لمصر واما حاجة ان كل واحد فيهم سواء على المستويين انه يحترم نتيجة السنديق زي ما بيقولوا لان الناس كتيرة جدا وقالتنا كتيرة جدا واصوات كتيرة جدا بتنادي ان الناس تحترم القضاء يعني ما ينفعش الناس تروح تقطعهم مجلس الشعب ما ينفعش حد يكون مش مقترع بالنتيجة فينزل الميدان لا خلينا كلنا يحترم نتيجة السنديق ونشوف الخير لمصر ونكمل نهذا حيكون معنا زي ما قالت دينا فقرات كتيرة جدا حيكون من ضمن هذه الفقرات كلام على قانون الدبطية القضائية يمكن ده يبان ان هو احنا جايين كمان دلوقتي يعني بعد 4-5-7 تيم لكن هو الحقيقة معاده ووقته لان الكلام وعنوان التايتل الرئيسي عنوان الرئيسي اللي جارت للأهرام النهاردة هو اخطر 48 ساعة في مصر والكلام كله على الردود الفعل المتوقعة او المتبينة ما بين الانصار الحملتين المختلفتين في حال ما اعلن نتيجة لا ترضي الطرف الاخر على حساب الطرف الاول النهاردة حيكون معنا بيكلم على هذا الموضوع المستشار احمد سامير مدرس النظم السياسية وهو حيقول لنا الفرق بين قانون الطوارئ والضبطية القضائية ده لو كان فيه فرق ده مهم جدا خلوين كمان اخد من كلام شريف منفعش خالص ان انا اقول العملية الانتخابية نازيهة بس لما انتيجي النتيجة مش عجباني اقول العملية دي مش نازيه بالضبط انت بدخلت لمن الاول لا ممكن ابدخلت بس اما هي نازيهة يا اما هي مش نازيهة فانفعش تبقى حسب النتيجة بالضبط ايضا تبقى حسب النتيجة بالضبط ايضا تبقى ان انا مش نازيهة ايقابل نتيجة تطلق بالضبط هل هتتعقد الامور خلال الفترة المقبلة بالنسبة للحياة نيابية تحت نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والفي كمان هيكون فيه تعديلات القانون مباشرة الحقوق السياسية كل ده هنعرفه من دفنة النهاردة نائب رئيس تحرير جديدة الجمهورية خليني اقولكو الاستاذ محمود نفاتي السحفي من مصر اليوب استاذ محمد طلعت الهواري هيكون معانا على طول بعد الفاصل مع عنوين الصحف والاخبار هنروح لفاصل ونرجع تاني نهاركم ان شاء الله يكون سعيد يا رب